السترايكر الصريح الفيديو الصريح فعنده بدال كويسة بطراحة بس انا الكومنت اللي انا كنت عايز اتكلم معاك فيه وانت ما سعتليش فيه وانضمام فتوح وصبح المنتخب اما اكيد هسألك فيه انت هربطه كمان بخروج السلاسي اللي استبعد بعد المباراة لأسباب انضباطية لكن طبعا نقول ان احمد سامي شاركة في قلب الدفاع في اول ظهور دولي لي وكان مستحق الحقيقة للأداء اللي بيقدمه انضم فتوح ومش بس انضم ده لعب اساسي لأول مرة مع فيتوريا في ماتشا راسمي وانضم صبحي اللي كان برا المباراة على مستوى ووجهة نظري اللعيب المستبعد من نادي مستوى اخلاقي او كده ما انضمش المنتخب وعلى النقيد تمام ان انا اقدر اقول دلوقتي هل لو كان فتوح وصبحي لعيب النادي الاهلي كان يشاركه لو كان ينضمه لو كان يشاركه انضمه ضغط الاهلي وضغط الاعلام الاهلوي مستحيل كان يشارك انا بقولك انا بقولك والميديا الهلوية في ضغط كبير جدا فانا شايف ان انضمه ما الراجل طلع تحدى مش هقول تحدى الاهلي بس طلع في مرة لما لقى انه اللعيبة بتتخذ منه قال انا مليش دعوة وبعد كده اي لعيب عايزه هاخده في مواجهة الاهلي يعني بغض النظر ملجة نظر الشخصيا سواء لاي بيلع في اهلي زميالك برامز اسماعيلي هو عمل شيء لا اخلاق معنا دي فالمفروض منتخب ما يضموش انا مش بكافؤ ان هو عمل مشكلة معنا دي اخلاقية فبضمو بلعبو انا مش بكافؤ اللعيب لاي فيلاقو في الاخر بمسر منتخب مصر بليبس شرط منتخب مصر وهو عمل حاجة لا اخلاقية معنا دي فانا شايف انت انت كان بتكافؤ ومش بتعاقبو ده كان برأيك طيب لو كان لعيبة الاهلي هي ايا ان كان اسم النادي يستبعد تماما ايا ان كان اسم النادي فأي نادي في مصر بيلعب في الدور الممتاز يستبعد تماما الواقعة واتعقبوا عليها معنا دي ملايش دعو مش باخد بالقطع يعني انا مدارب منتخب مصر فيه جزء اخلاقي وجزء فني الجزء الفني ما بيبعدش عن جزء اخلاقي دموه الاتنين مكملين لبعض سوى عبر الملعب وجوه الملعب انا كده بدي فرصة لأي حد بعد كده انه بيعنده مشكلة عما دي وتخيل مع دي واضمه عادي منتخب مصر هو مكمل انه نادي عقبه بالفعل يا كبت ملايش دعو انا العقب منتخب فين هو دلوقتي عمل مشكلة مع النادي وبعدها بكام يوم كان فين دوام منتخب مواصل كان منتخب مزبوط وانا بقى على الاسماء منفحشنا اضم لعيب النادي معاقب دوية نظر الشخصية اه خرج بعد المباراة امام عشور حسين الشحات وطرق حامد لأسباب انضباطية برضو لا بدلوقتي بستبعد لعيبة لأسباب انضباطية اه وبضم لعيبة ناديها معاقبة لأسباب لا أخلاقية ما هو قالها ف المؤتمر الصحفي قال انالية هم عامليني عندي أنا في المعسكر فده مش بيتنافى مع القرار بتاعه بس أنا موفصلش sa منتخب نعم دي دائبتني في معسكري فاطلعتوهم انا موفصلش罂 المنتخب على النادي انا موفصلش招ب دلوقتي من الاتنين مكملين البعض انا موفصلش الاتنين عن بعض منتخب مصر هو بيضم اللعيبة لفترات قليلة لكن باية السنة اللعيب بمستوى الاساسي بياخدنين من النادي بيستمرته النادي المنتخب بضم اللعيب اللي هو مستواك واس معانا دي مش مستواك أتمع منتخب لأنه ضم هاني لأنه يكون هاني مميز معانا دي فبضمه بكافؤ أن يضم المنتخب مصر لكن من هاني عمل مشكلة معانا دي مش بكافؤ وأضم المنتخب مصر ودلوقتي عشان هو عمل مشكلة معك يا منتخب أنت بستتبعده؟ لا ما منفقاش منتخب أيما هو طبيعي تدر بالمنتخب اللعيبة مالتزمتش معاه فأنا معاه في الموقف ده تماما أنا معاه في القرار اللي هو أخده التاني لكن في القرار الأولاني إنه ما يقفش جنب النادي أو يضم اللعيب وعم مشكلة مع دي ده أنا مش معاه لكن مع أنه هو استبعد اللعيبة الباية لا أنا معاه طبعا بتشوف إزاي فرص التلاتة اللي استبعدهم سواء طارق أو إمام أو حسين في اللجينة